لماذا برأيك؟ لماذا هل المجتمعات هذه تمنع المرأة من ترشحها؟ لماذا هذه النظرة للسيدة؟ لا 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 القضية ليست قضية احتكار للمرأة أو الإنقاص من كرمتها هناك مجتمعات محافظة يعني ليست كالمجتمعات يعني المجتمع في شرق أقصى شرق الجزائر أو أقصى غرب الجزائر أو أقصى جنوب الجزائر يختلفوا عن مجتمع في تركيبته يعني في العاصمة أو بعد في الوسط أو بعد المحافظات المحيطة بالعاصمة نحن بلد طبعا عربي مسلم أمازيغي فيه المرأة مكانتها ولكن هناك في بعض المحافظات لماذا يتحفظون عن انتخاب المرأة في مجال السيادية؟ لماذا يرون أن المرأة إذا كانت رئيسة بلدية أو والي في إحدى الولايات يعتبر ذلك عيب وهناك هذه المقولة لعنى الله قوما من حكمتهم امرأة هذه وجدناها كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت المرأة في هذه الأماكن السيادية لا لا هذا لا يعتد عليه بعض المواقع التواصل الاجتماعي ليست مرجع لدراسة المجتمع ودراسة التعامل مع ظاهرة سياسية طيب ما الذي تعكسه؟ لماذا هذه النسبة قليلة جدا هذه النسبة؟ إذا أنت تسرين على تمرير رأي معين يعني دعيني أجيب لا أصر على أي شيء سيدي الأرقام هي التي تعكس لا دعيني أجيب وإلا ما الجدوى من حضوري تفضل وإلا ما الجدوى من حضوري إذا كان أنت تسرين على أن هناك عدال المرأة ليس هناك عداء للمرأة ليس هناك عداء للمرأة أنا أقول لماذا هذه النسبة قليلة؟ لا هناك عداء ولا هناك إقصاء أنا أجيب تفضل تفضل سيد رياض أنا أقول أنه نسبة المشاركة نسبة المشاركة أصلا في الانتخابات ضعيفة بصفة عامة الانتخابات بصفة عامة عرفت تراجع كبير في المدة الأخيرة فما بالك بانتخاب المرأة يعني إذا كان ناقشنا موضوع تراجع أو يعني تراجع لنسبة وجود المرأة في المجالس المحلية فهذا يرجع إلى تركيبة المجالس المحلية أولا والتي تعتبر يعني ذات تركيبة معقدة جدا لأنه هناك أكثر من خمس أو ست في بعض الأحيان أو سبعة قوائم انتبخبية تتنافس على مجلس محافظة يتكون من تمنى عناصر أو سبعة عناصر وبالتالي كان هناك يعني نقص في عدد النساء من جهة هناك أيضا العامل الثاني أنه بعض الولايات والمحافظات لم تجد حتى النساء التي تترشحنا في قوائمها رغم وجود جامعات وكليات للطب وما إلى غير ذلك في تلك المحافظات إلا أنه في المجال السياسي ما زال ينتض يعني المرأة ما زالت يعني تهاب في المناطق الداخلية ولوج العمل السياسي بقوة رغم وجودها في البرلمان رغم وجودها في مجلس الأمة رغم وجودها في قوات الجيش الوطني الشعبي في الصحة رغم يعني تقلد المرأة في الجزائر اليوم رطبة اللواء في الجيش وما إلى غير ذلك النساء موجودة في كثير من الأحيان نظام الانتخابات هذا عكس نظام الكوطة السابق خلف نوع من الحرية للناخب الجزائري هذا من جهة الجهة الثانية أنه هناك عزوف للمرأة عن الترشح قبل الانتخاب ثانيا أنه هناك نسبة المشاركة في الانتخابات بصفة عامة سواء بنسبة للرجال أو النساء كانت ضعيفة جدا وبالتالي طبيعي جدا أن تكون نسبة النساء مقارنة بنسبة المشاركة العامة ضعيفة جدا يعني 7% مقارنة من أصل 24% أو 25% من نسبة المشاركة شيء طبيعي جدا في اعتقادنا تبقى فقط أنه لابد من دراسة سوسيولوجية لإقحام المرأة في العامل السياتي قد ذكت أستاذ رياض كما هو في الصحة كما هو في التعليم كما هو في قطاعات أخرى ترجمة نانسي قنقر